قد غيرت أحداث 2019 الانتخابات الرئاسية المؤجلة من يوليو 2019 إلى تلك المنظمة في عجالة في ديسمبر 2019 الرزنامة الانتخابية الجزائرية وأحدثت اضطراباً في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها شعرفة؟ هاي التقاليد للأسف ما فيش تقاليد كل شوف بلا استثناء كل الذين حكموا الجزائر كلهم من 62 ورح طالب ما فيش واحد ما فيش واحد كمال العهداء انتعوا نبدأوا على أجالة يعني بسرعة رغم أننا نقريب نصل الساعة ونص لكن خلينا نبدأوا على أجالة باش نذكروا ربما خاصة الشباب اللي ربما ما يعرفش في بعض التاريخ بومديان جابوا العسكر جابوا توجمعت وجدة عقدة جمعت وجدة بنبلغ جابته جمعت وجدة وحطوه في 62 رئيس المؤقت ثم في 63 داروا الانتخابات ولا رئيس الجمهورية ورئيس الدولة في 63 وعلى أساس أنه عنده عهدة في 65 نفس الجمعة اللي جابته العقيد بومديان ومن معه العقيد زبيري وآخرين جمعت وجدة أطاحوا به في 65 إذن العسكر جابوا أول رئيس جزائري فرضوه ونقلبوا على الحكومة المؤقتة يقودها اللي كان يقودها يسف بن خده وفرضوا بنبلغ ومن بعد تخاسموا معاه أطاحوه ما كملش العهدة انتعوه خذما كانوا العقيد بومديان وحكم في البداية باعتباره عضو مجلس الثورة ورئيس مجلس الثورة إلى آخره لا انتخابات ولا دستورة لهم يحزنون لأن وقف دستور 63 وقفه حطوا تحت رجليه وقال أن أحكم باسم الثورة واستمر في الحكم في 76 دار المثاق وفي 77 دار دستور ودار انتخابات في 78 قالوا أنه مات بمرض غامض المرجح أنه كان سما أي المرجح أن أبو مديان انتهى بأنه كان اقتيالا كان بعض الأطرحات طبيب روسي اللي يقول أنه عالجه إلى آخره قال بأن اللي يسموه هو صدام حسين كان كلام واحد آخر يقول باللي يسموه هما الجماعة في الداخل في الجزائر يعني بغض النظر اللي تقريبا متفق عليه هو أن أبو مديان مات بمرض غامض وعلى الأرجح كان سما فلم يكمل العهد التعو أقضى منها سنة ولا سنة ونص العهد تعبو مديان منذ انتخابه في 77 كما قلنا قبل السنوات الأخرى كان يحكم بدون انتخابات وبدون دستور وبدون نه جاء العقدة والمقدم خاصة يومها قاصدي مرباح العقدة إذن لكولونيل جابوا كولونيل واحد آخر حطوه الشارلي بن جديد وقالوا للشعب الجزيرة وعندنا مرشح واحد بالصحة رحوا في انتخابات طيب هو مرشح واحد لا رحوا ننتخبوه لا هذه هي الشكلية لازم تمضي باش يقولوا للخارج والغرب اللي إحنا درنا انتخابات للعالم الخارج إحنا درنا انتخابات الشعب شارع بس عاوكين واحد برك قدش الانتخابات واش معناها؟ معناها انتخاب معناها يكون هناك أكثر من مرشح أكثر من شواء أكثر من اختيار وننتخبوا واحد منه لكن هما لا يجب لك واحد يقول لك انتخب نتذكر هذه ربما أرويها لأول مرة عندما جارت هذه الانتخابات في فبراير تسعة وسبعين فقاتلي والتي راني ما رحت شنايا راني ما يقولوا كاي انتخابات كاي انتخابات شي جديد بالنسبة لنا الجزائريين انا ذاك لان ابو مدين بارك دارها مرة واحدة وما يعرفوش الناس انتخاباته قلت لي رامي يقولوا كان حاجة انتخاباته وكذل وكانت روح اوليدي في بلاست انا عمري 16 سنة انا ذاك عقل من 16 15.5 اذا ما نقدرش ما بعيد فقلت لها نروح قلت لي رامي يقولوا جيب الكارتة هاني نعطيك الكارتة التاعي وروحت باش ننتخذ في بلاست كي وصلت للمكان وين دايرين الانتخاب لقيت فقط نعم الفان اللي نتكلم معه انا شاب صغير قلت له قلت له وراه لا قال لي مكنش لا قلت له كيفاش مكنش لا اني مازلت على نيتي صغير لكن بالمنطق قلت له كيفاش مكنش لا يعني يخيرك من تقولوا انتخاب معنى كان نقولوا ايه ولا نقولوا لا لا كين لي راك جاي انت تتهدر معانا ودقول ايه ولا لا لا ارفض ورقة نعم وروح حطها لهيه هذه العبارة طبعا اشعرني ذلك بالغضب ولكن بالفعل ارفت الورقة لان الوالدة قلت لي لازم تنتخب لي ارفت الورقة وحطيتها في ونفلوب وخرشت هذه كانت اول مرة عمري 15 سنة ونص اصطدم وتبقى في ذكري في ذهني طول الوقت قال لي وشنو هذا النظام ما هذا الورقة واحدة فقط لماذا تقوموا بانتخابات هذا تأثير او اول اصطدام اذا شئنا اصطدام بانتخابات اصطدام بين قوسين اصطدام خفيف لكن في ذهني شكل لي وعي معين بان انا امام حكم استبداد طبعا هذي كلمة استبداد وكذا سنعرفها في مبعا لما نكبر شوية رح نعرف الطغيان والاستبداد والحكم العسكري الى اخره لكن هذي سرات فيه المهم جاء الشاذلي في 79 في 92 في 91 تجروا الانتخابات كما تعرفون اختخابات التشريعية ما تعجبش الجنيرالات يقولوا له لازم تلغي الانتخابات يقول لهم لا نعقية الكلمة يقولوا له اذا انت تروح فاقالوه استقالوه بعبارة اخرى مرات نستعملوا هذه الكلمة يمن لا توجد طبعا في اللغة العربية لكن نستخدموها لان مرات يقول لك استقال والله اقيل فالناس تعملت يقول لك استقالوه بمعنى هي ايقالة في الحقيقة وان كان يقولوا استقالة اذا العسكر اللي جابوا الشاذلي في 79 هما اللي طردوه في 92 بسرعة يروحوا على عجل يجيبوا بغضياف اللي كان مغضوب عليه وكان خاين وكان مخزني وكان عايش عند الملك وهذا الخطاب اللي كان سايد انا ذاك يجيبوه ويعرضوا عليه واللي رايس ويتردد الراجل السبعيني ومن بعد يقبل يقبل كي قالوا لونتا وستنقض الجزائر الى اخره الى اخره فيقبل مسكين ويجي ويجي رايس على الدبابة لكن بسرعة يكتشف الحقائق فاللي جابوه الجنيرال اللي جابوه على رأسه من الزار هو اللي قتلوه كما اعترف حتى سيد احمد غزالي قال هارلي كنا ندفنه في بغضياف الشعب يقول اللي جابوه هم اللي قتلوه وهذا طبعا سايد وبعدين الاسرة انتعوا قالت هذا الكلام الى اخره اذا الجنيرال جابوه بغضياف 92 وقتلوه في جون في 92 وقتلوه في جون في 92 حطوا من بعد علي كافي عقيد سابق هو ثاني لكن كان عقيد ايام الثورة لكن طبعا ما كان عندو حتى دور دورك الحقيقي كان في يد نزار واللي مع نزار ثم جابوه الجنيرال زروال في 31 جنبيو او 1 فبراير 94 وحطوه رئيس دولة في اختراق رهيب للدستور مكاش حاجة اسمها رئيس دولة كرئيس جمهورية ولازم تكون انتخابات وقالوا نكملو به حتى النهاية ال 95 وبعد نشوفه وفي سبتمبر 95 او في اوت 95 جاتوا من فكرة انو يبدلوا زروال ويحطوا بطفليق وتفليقها قبل وفي اخر لحظة شاب اللي الحالة مش مليحها فر اخذها باسفور وراح لسويسا فانزار يقولها في كتاب ويقول تلاقيت مع زروال اللي كان وزير الدفاع عنها ذاك وقلت له انت رح تولي رئيس فزروال بدأ يبكي قال له علش انا ديني رئيس وقال له دب الراسك الجمعرام قالوا انت تولي رئيس قال له انا قلت لي رئيس دولة غير سنة ولا سنة ونصف وانا ما اقدرش لهذه المسئولية قال له دب الراسك ما عندكش خيار فدعلوا الانتخابات 16 نوفمبر 95 جنيرالات جابوا الانتخابات طبعا هاد المرة زادوا لهم اولاش واحد زادوا لهم ثلاث ارانب انا ذاك سعدي ونحناح وبكروح بعدها ما يتفهموش معا وتصرى مشاكل خاصة في 97 98 ويضطر ويستقيل زروال يستقيل زروال في 11 سبتمبر 98 يرميلهم من مندي وبعد يقولون لا 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 استنى تستقيل ممكن نقبلولك بالصح ماكش انت ليتخير الوقت رح تبقى حتى الافريل ويبقى زروال حتى الافريل وما يكملش العهدان تعوه انا شفنا قبلو بوظياف موش بارك ماكملش قتلوه والشاد اللي قبلوه ماكملش العهدان تعوه بومدين مات مسموم ماكملش العهدان تعوه بنبلاء ماكملش العهدان تعوه وتمت الايطاحة به ووضعه في السجل طيب في افريل الجنيرالات يجيبو بوتفليقة ويحطوه رايس انتخابات مزورة ونعرف كيفاش تمت والستة اللي كان ونسحبو الى اخره يستمر رايس 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 وكانوا باش يكمل رايس حتى هو على شريطة داروا العهده الرابعة هو على شريطة ما يسمع ما يتكلم لكن مروها العهده الرابعة الخامسة الشعب قال لهم نيات خلاص انها تحبس فحبس هالشعب فاضطر قيد صالح ان يقيلوا حوالي ثلاث اسابيع قبل نهاية عهدته ونظر العهده كانت تنتهي في 18 والعشرين افريل فقالوا في اول افريل 2019 تحت الضغط الشعبي وقرر لقيد صالح باش يدين انتخابات في جويليا بعدا الشعب الغى انتخابات افريل فما مشاتش وبعدين دانوا انتخابات 2019 الناس كلها تعرف وهذه مع تببون غير مسبوقة لان الرؤساء السابقين كان الشعب مديميسيوني مسكين مستقيل الا مع تببون تببون الناس كانت تخرج وتقول ما كان اشتخابات مع العصابات ونهار لي عينوه قالوا تببون مزور جابوه العسكر طيب هذه باش نرجع فقط ان ولا رايس كلهم جابوهم العسكر ولا واحد بما فيهم العسكر بومديا بومديا الشادلي زروال كانوا كلهم عسكر ولا واحد كمال علاه لان اللي يجابك هو اللي يديك ليس الشعب اللي يجابك هذا هو المنطق الدولة دولتهم والبلاد بلادهم ويضع رايس نح رايس هذا امر يخص مهم الشعب يستدعى فقط للكارنفال كارنفال في واللي صح كارنفال في دشرة الانتخابات في الجزائرية صح كارنفال في دشرة لكنه كارنفال مر ولا مر